اشتركوا في القناة يعني هدف دلوقتي يحمس لنا الدنيا كلها يحمس لنا اللقاء نشوف العرضية في منطقة الخطورة الجول جيه الجول جيه وهو هو جوني بوكا نويها النيجيري على طول يسجل من خرم ابرة على طول سنتيمترات ما بين ابو السعود تتلاعب بص العرضية قبل ما تطلع من الخط فاروق رايح لها برجله لكن جوني بوكا رايح براسه على طول عرفة طريقها للمرمة ابو السعود بتشاور بتشاور يا ابو السعود هنا بقى يقول لك هنا درس واكيد هنتابعوا مع انجمنا بين الشوتين يتصدى ليه ابو السعود التانية على طول فاروق كبور يستنى كورا نشوف بقى لويس ادوارد لويس ادوارد لو زقها ممكن ضرب الجزاء وحاكم اللقاء بيقول ما فيهاش حاجة بيقول ما فيهاش حاجة لويس ادوارد بيقول له ايه يا كابتن يعدي برضو منفوية حسن الشامي محمد سمير يلعب الامامية يقول ايه بيحاول ايه حاها تغبط وتترد هدية 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 يرفض الهدية محمد حمدي زاكي لكن كان اوف سايد اه لو مش اوف سايد يا حمدي محمد يوسف بالوف سايد هنشوف لقطة ان الكورة خبطت فاحمد مجدي وتردت لمحمد حمدي زاكي كان موجود في منقف دينا نشوف هي من اللقطة التانية ادي لقطة ضربة الجزاء لا كان طالع ولمس الكورة ما فيهاش حاجة اعتقد ما فيهاش حاجة ادي الكورة الامامية بقرار من حاكم اللقاء قال ان هي ما فيهاش حاجة وهل طلعت لسه ما طلعتش بقرار من حاكم اللقاء حسن الشامي من مرة واحدة اوكولي يرياح العبدالله ياسين سقوط على الارض حاكم اللقاء يقول ما فيهاش حاجة كان فيه ضربتين جزاء لصالح نادي الاتحاد واحدة تسجلت واول اخفاق في ضربة الجزاء ادي الكورة اللي مع اوكولي مباراة خصة ما بينه ما بينه بسم عليهم الاتنين لويس ادوارد لويس ادوارد لويس ادوارد واحد على واحد يلعب الكرة العرضية ومحمد اسماعيل في التوقيت المناسب يطلعها تسلل لويس ادوارد يلعب الكرة الامامية فاروق انطلق ببرجة الواسع فاروق فاروق محافظ على كورته حلوة لأوكولي لكن باستبسال إبراهيم يحيا ما زالت الخطورة عبدالرحمن تزديدة بالقدم اليسرى تترد بلوكات امبي براميل البترول اللي واقفة قدام التمنتاشر تترد العبدالرحمن خالد جيب امامي جوه تمنتاشر تترد فرصة للتزديدة لكن عالية من محمد حمدي زكيها تعمل الفنت مرتين هنشوفها لأ عبدالرحمن يلعبها من مرة واحدة المرة دي تعدوا لكن صلاح ليكوية ولد على الرقصية تمنع هذا تمنع هذا في الكرة دي الرقصية دي الضربة الركنية لويس ادوارد هذه العرضية وهذه الرقصية تروح على القائم البعيدة لكن تطلع ضربة مرمى لصالح نادي امبي ولا تغيير في قرار حكم اللقاء فممكن تكون طرد المصطفى شكشك ممكن تكون طرد لمصطفى شكشك لاعب نادي امبي مع التهور صعبة صعبة قلت لحضراتكم يعني انا وصفتها من قبل مالفار ياخد القرار بصوا حضراتكم ده داخل كان ممكن يبطلوا كورة على فكرة يعني انا مش عايز اكون مبالغ في الكورة لكن نجمنا بقى الكابتن وليد صلاح الدين والكابتن عمري دي سوي وكابتن جمال حمزة نجمنا الكبار يكلم هيلغي الامزار قال لك العمل فيهاش حاجة هو بيقول ان هي انظار ما فيهاش تهول من مصطفى شكشك هجمتين واحدة تسجلت والتانية لا عبد الرحمن يعدي هنا عبد الرحمن يا ولد عطر إيسا ويلعبها للويس إدوارد العرضية من إدوارد وقادي الرأسية لكن فيها لمست يد يقول له في صدره قال له في صدره يا كابتن ممكن نشوفها من هنا قال له إيه لعبد البروكنية قال له إيه لعبد البروكنية ما فياش حاجة تتلع بالكورة العرضية وقادي فاروقة فاروقة لكن أكولي ممكن عبد الله ياسين التزديد يا ولد يا ولد عبد الله ياسين نجوم الشوت الأول حتى الآن محمد حمدي زاكي عديل عبد الله ياسين عبد الله يغير اتجاهه يا ولد ويلعبها للمنطالط محمد حمدي زاكي العرضية تفرق العرضية تفرق وقادي العرضية أكولي 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 مش ممكن الكود إبراهيم يحيا الكود إبراهيم يحيا مش ممكن الشفرة 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 البترولية مش ممكن يا مدنة انتا بعمل ايه? انزل لانا اجيب الجن. استنى وهيدي بص العرضية حلوة. اول ويس ادوارد الكرة ما طوعتوش. يعمل له الاسيست غزبا عنه. يعني هو ما يقص. درب ركنية خمسة للمقاولين. حسن الشامي يلعب العرضية. ودي الرأسية. مش ممكن. لا 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 لا. مولين مش هيسجل. مولين مش هيسحة صفر. والكرة حلوة. بص المقاولين. ادي الكرة. المفروض دي في المرمى. هو عايز يحط وش رجله. تغبط في قصبت رجله. تروح لأوكولي. ده مين اللي صدها البالعوطي ولا مين? اعتقد البال و البص. بص ضرب كم لاعب من نادي امبي. عبد الرحمن خالد. هيدور على او التزديد. التزديد. اه. حلوة 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 حلوة. حلوة يا عبد الرحمن. ما يرجعش ويشوفها Barb الرحمن. وبياخد القرارته. بص الزقة دي. بص الزقة وبص الالتحان بعدي. هنا الهجمة المرتدة. دقيقة ستة وخمسين جوني بوكار يسرجل الهدف التاني. الثنائيات الثنائيات كتيرة اوي السنادي. جوني بوكا يسجل في الديئة ستة وخمسين. هدف تاني لصالح نادي امبي. طفان تماما تماما تماما. قلت لك الديني حظ والديني لعيب يعرف يفنش. وسبني تسعين ديئة قدام اي منافس. هتلي اي حد بيلعب كورة حلوة. لباسم في العمق لمحمد حمدي زكي. يا ولا على الترئيسة. حلوة من محمد حمدي زكي. كمل الهجمة يا راجل. كمل الهجمة. طمع. تاني لقاء اه نادي امبي يفوز برضو بنتيجة الواحد سفر. نشوف جوني بوكا. جوني بوكا. يلعب الكرة العرضية. دينو بيتر والهدف التالت. جولين واسست الجوني بوكا. نيجيريا تسيطر على اللقاء. جولين لجوني بوكا. واسست كمان لنجم اللقاء هو جوني بوكا. ولكن دينو بيتر يسجل الهدف التالت. ويؤدي على امال نادي المقاولون العرب. ثبت انحلمي طولاني تفوق من على الخطوط. تلعبت هنا التمركز مفيش من لعب المقاولين. ودينو بيتر يقف على كرته ويركنه على شمال ابو السعود. لكن الاولى حلوة من شكشك. والتانية احلى من جوني بوكا. والمعلم دينو بيتر يسجل هدف تالت لصالح نادي امبي. تلاتة صفر. تلاتة صفر. في الديئة تسعة وستين. دينو بيتر. تطقطع كرة. من صلاح ريكو. امامي عند دينو بيتر. هل يروح يرد الهدية? هل يرد الهدية بهاتريك لجوني بوكا? يعدي دينو بيتر. يدخل جوة تمنتاشر خطر جدا. يعدي له على شماله. وادي العرضية المصطفى الشكشكة. لكن تغبط في فاروق النور الدين. اللي بيستبسال كده يقف. امامي العجوز ممكن يخطف العجوز. ولكن فاروق ترجع تاني. ادي الكرة لصالح نادي امبي. ممكن التزديده. حبيت. حطها في المرمى. ولكن بعيدة تماما. هدف ولا اتنين. لا بتلاتة. لويس ادوارد. يرجع تاني. عمر بسام. عمر بسام. يا سلام على التمريرة. وادي لويس ادوارد. ترجع تاني. مرة تانية لصالح نادي. ادي عمر بسام يلعبها حلوة. لويس ادوارد هينستروزا. الاستلامة كانت ادوارد. كمل يا راجل جوة تمنتاشر. ترجع تاني للشيمي. يلعب العرضية. فرصة لعمر بسام. يعدي. فرصة. ادي محمد سالم يسجل. ولكن حكم اللقاء صفر خلاص. ويددي. ما يديش الادفانتج. ما يديش الادفانتج ويددي البنلتي. هنشوفها عدة بشكل رائع هي فيها عرقالة. لكن فيها والكابتن الشناوي اللي يرد بقى عليها. يعني انا بقول لحضراتكم ان عمر بسام لمسها وعدت صفارة محمد يوسف سبق اتما. قال له بنلتي. محمد سمير ميني ماتش. ما بينه ما بين البلعوتي. محمد سمير يسجل للمقولين محمد سمير. يسجل ويقلص الفارق. هل يعملها المقولين لسه سبع دقايق. لا 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 لسه سبع دقايق معنويات ارتفعت تاني. ادي اربعة وتمانين. والمقاولين ممكن محمد سمير يسجل هدف رفع المعنويات لصالح ذي قبل جبل. تلاتة واحد اربع اهداف في صهرتنا. وعندنا خمس اهداف في اول لقاء. الدوري شكل تاني. الدوري شكل تاني. الدوري المصري شكل تاني. جاي له عمر بسام. يلعبها العمر بسام. اللي بيسيب الكورة لكن بيجابها مرة تانية. ودي التزديد. عليها. عليها رجل. عليها. كان ممكن يوقف على كورته محمد سمير. لويس ادوارد هي عدي. فرصة النادي المقاولين. لويس ادوارد يلعب الكورة العرضية. تترد لسه الخطورة مع داود. لو لعب العرضية احمد داود. اه. لكن تترد من مين? من محمد اسماعيل. هنا للعب اللي هو على الارض. رايح على طول. هنا الهجمة كملت. نشوف احمد الشيمي. يلعب الكورة العرضية. الرأسية. تترد فرصة لمحمد سالم. ودي التزديدة. ممكن الرأسية. المرمى خالي. لويس ادوارد يصلحها. ودي التزديدة مرة تانية. مرة تالتة. ودي فاروق دابل كيك من فاروق في الهواء. مرة تانية. هتعمل دابل كيك تاني ولا ايه? ولكن حكم اللقاء يدي فاولس. معناها. محمد سمير. يلعب الكورة العالية على حدود التمنتاشر. تعدي. ولكن ما زالت لصالح ذي قبل جبل. لويس ادوارد هينستروزا يلعب الكورة العرضية. تبحث عن رأسية ولكن تبحث عن رأسية فين والبلعوطي موجود. والبلعوطي موجود. كورة امامية عند محمد سالم يعديها للويس ادوارد. ممكن الحاجة والملعب. لويس ادوارد. يحطها حلوة اوي لمحمد سالم. سالم يلعب العرضية. عمر بسام. يهيئها الفاروقة. يشوت الهواء ويرجع تاني. التهيئة لكن صعبة قوي يا فاروقة. ممكن لويس ادوارد. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد لويس ادوارد احلى اسيست دا ولا ايه? احلى اسيست من لويس ادوارد هينستروزا. زود لنا الوقت شوية. حلوة. احنا عايزين نشوف مطش حلو. انا ما بشجعش الماولين. لكن بشجع الكرة الحلوة. فاروق يشوت الهواء. لكن لويس ادوارد هينستروزا بص الاسيست دا رائع 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 احلى اسيست ده ولا ايه من لويس ادوارد هينستروزا وهدف لصالح محمد سالم لصالح ذي ابي الجبل تلاتة اتنين تتكرر مرتين النهاردة للعب محمد سالم يسجل هدف حلو قوي جابت محمد يوصف لقطة كان ممكن يبقى فيها طرد كلام كتير موجود في لقاءنا كلام كتير موجود تتلعب من مروان داود للعجوز العجوز العجوز جوة طمانتاشر فرصة لهدف ولكن ابو الصعود كنا هنشوف هدف سادس في اللقاء ابو الصعود يلعب الكرة الامامية ولكن محمد يوسف يأتي بصافرة ما كناش نتمنيها في لقاء